موسيقى برحب بحضراتكم مرة تانية وصلنا للفقرة الأخيرة في حلقتنا والحقيقة احنا بنتكلم عن أزمة أو مشكلة بأن سنين طويلة جدا بنتكلم فيها محاولات من التوعية والإعلانات والدعوات لتحديد الناس نتكلم عن انفجار سكاني احنا بقينا أو كسرنا حاجز الـ 92 مليون واقتربنا على الميت مليون الحقيقة يمكن احنا مش البلد الوحيدة اللي فيها عدد السكان كده ترتبنا يعني اعتقد وصلنا للمركز أو المرتبة 13 عالميا في عدد السكان لكن لسا عندنا أمل أننا نستفيد من التقاط والأعداد اللي موجودة دلوقتي عدد السكان ونتحول لدولة منتجة ازاي؟ أكيد هنحاول الحاجة الثانية أنه لازم يكون عندنا توعية ونتدارك الأمر والقنبلة الموقوطة اللي احنا يعني بقت موجودة في مجتمعنا النهاردة ونحاول نحل أزمتنا بنفسنا يكون عندنا توعية أكبر تاني وشرفني جود دكتور رهالة يوسري أستاذ علم الاجتماع أهلا بحضرتك أهلا بك يا هباو صباح بكل يا حبيبتي بقى لنا سنين بنتكلم في نفس الموضوع ليه كل السنين دي مش حاسين بصدق ولا بنتيجة ولا جينا فترة حققنا يعني جزء وبتدينا نتدارك ورجعنا مرة تانية الوارب طبعا رصد حقيقي بقلنا سنين بنتكلم في المشكلة السكانية والنتيجة غير مرجوة وده لأن إيد لوحدها بتحاول تسقف وفقط يقع على عاتق وزارة الصحة أو المجلس القومي للسكان العمل في هذا الاتجاه ده لأن رصد أسباب المشكلة مش صحيح إحنا لما بنتكلم عن المشكلة السكانية المشكلة السكانية لها ثلاث أبعاد البعد الأولاني زيادة الخصوبة يعني زيادة معدلات النمو معدلات وزيادة السكان مشكلة تانية خصائص السكان خصائص التعليمية الصحية الثقافية بيقدروا يعملوا إيه ما بيقدرواش يعملوا إيه ده فيما يتعلق بخصائص السكان النقطة الثانية التالتة توزيع السكان إحنا كلنا تقريبا كمصريين منحصرين في الوادي والدلتا وأعداد بسيطة جدا موجودة موزعة على كل أنحاء جمهورية مصر العربية بس الغالبية العظمى اللي هما أكتر من 95% من أعداد السكان ينحصروا في الوادي والدلتا وهذا توزيع غير عادل على الإطلاق ما بنتمتعش بمواردنا وما بنتمتعش بالاستفادة من الموارد الأرضية ولا المائية ولا أي موارد تانية موجودة فعشان كده إحنا بنبص من خرم ديء جدا على المشكلة السكانية وهي فقط زيادة المواليد وزيادة أعداد السكان إنما منبصش للإيجابيات ومنبصش فعلا إزاي نحل المشكلات زماني إمكان أنا مش عايزة أتكلم حاجة بالترتيب المنطقي لكن خليني أتكلم عن فترة معينة الإعلام والإعلانات والتوعية كان لها دور والناس بدأت فعلا يعني الولاد الصغيرين في كتب القراءة في المدرسة ويشوفوا صورة الأسرة الصغيرة وبابا وماما عادين مع طفل وجنبها الصورة التانية ويقارنوا نفسهم بتروح على دي نفس الشكل والمنظر لما أي رب تمنزل في البيت تلاقي الإعلان وإزاي اهتمامها بأسرتها فتلاقي سعادة ورغبة في أن ليه ما تكونش دي عيلتي الدور ده غياب عننا ليه دلوقت ده حقيقي ده فعلا غائب زي ما هي فيه حاجات كتير جدا غيبة عن التلفزيون المصري وخاصة فيما يتصل بثقافة الموجهة للأطفال يعني أنا ما بشوفش أبدا برامج موجهة للأطفال ما بشوفش برامج موجهة لكبار السن ما بشوفش برامج زي ما حضرتك طرحتي واللي هو موضوع حلقتنا الزيادة السكانية والانفجار السكاني ومسئولية كل فرد طبعا برامج توعوية حضرتك إحنا محتاجين دلوقتي برامج توعية في شتى المجالات الأخطر من كده أنه لقينا من الشباب شباب مش عايز يشتغل مش عايز يشتغل مش بيدور على شغله ومش لاقي الوظيفة الملأمة لا ده أساسا مش عايز يشتغل فإحنا بنتكلم على جزء أصيل من المشكلات السكانية وهي الخصائص السكانية القصة دي كلها حلولها بسيطة ولكن حلولها تتسم بالصفة التشاركية يعني إيه الكلام الكبير ده يعني بس نقعد مع بعض نفكر مع بعض تخصصات مختلفة طب وهندسة وصيدلة وتعليم ومرأة وشباب وكبار سنه كل دول يعودوا مع بعض وكل منطقة جغرافية ليها سمتها ليها عادتها ليها تقالدها وعلى فكرة رجال الدين مهمين جدا في المكان ده لأن كلمة حرام يعني حدك أثرت نقطة مهما تحديد الناس لا ده حرام يعني ما ينفعش نحن نعمل كده هو إحنا الأفضل نستخدم كلمة تنظيم الأسرة مش تحديد النسل ليه؟ ممكن أنا قناعتي مثلا أنه يبقى عندي طفل أو طفلين الطفلين حتى لما أحدد أن أنا عايز طفلين لازم فيها عملية تنظيمية أن ما فيه تباعد ما بين الولادة الأولى والولادة التانية ناخد في ابتبارنا صحة الماما وصحة البيبي الأولاني وصحة البيبي التاني علشان نقدر نخلق أسرة جسمها صحيح وعقلها صحيح وما فيش الضغوط الكبيرة اللي ممكن تيجي عليها صحيح النقطة دي ترجع عن النقطة التوعية لأنها ما بقتش موجودة يعني أنا لما بلاقي رجال الدين في البرامج التوعية بيتكلموا ويقولوا عن أهمية ده بعرف المعلومات اللي مش وصلة للقرى لأن حضرتك بردو تكلمتي عن ثقافات المناطق المختلفة والمحافظات المختلفة مش وصل لهم الكلام مش وصل لهم وده أعتقد بالفكر التشاركي اللي بعرضه على حضرتك لما رجل الدين يعرف أن فيه جرس انذار بيدرب علشان خدوا بالكو أن فيه انفجار سكاني وبعدين احنا مش بنقول كذا ونقوله اتفضل روح أقول للناس في القرى لأ ده أنا لازم أفهمه أفهمه أن الناس اللي بيشتغلوا لو ضعفوا شغلهم وتوزع ناتج العمل بتاعهم ده وتعالى جمهور المصريين كله مش هيحسوا زي ما بيقولوا فيه الناتج العام في مصر بيزيد ولكن احساس المواطنة المصري بيضعيف ليه لأن عملين بنزيد 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 بدل ما 30 مليون أفواه الصبح مفتوحة علشان تلاقي الأكل والشرب وكل حاجة ها لأ بقى قل مستمية 100 مليون مواطن كل يوم الصبح فيه أفواه جديدة طلبة الأكل والشرب وفرص تعليم وفرص ومواصلات وطرق وإلى آخره طيب هنعمل ايه يعني حط نفسك أيها المشاهد في مكان صانع القرار محتاجين قرارات حاسمة بالزرع وقوانين تحد وتساعد في حل الأزمة دي لأن احنا من نفسنا مش قادرين نعمل ده ولو أخدت الصين وحطيتها نموذج أحب أخذ تعليق حضرتك عليه لأن احنا يعني أعتقد أن احنا في مرحلة يمكن القوانين هي التي تحل الأزمة أنا مبسوطة من فكرة القوانين لأن القانون بنستخدمه ونبتدي نطبقه لما الضوابط العادية والمنطقية والموضوعية والثقافة تبقى ثقافة عكسية مش جايبة نتيجة يبقى لازم استخدم القوانين خلينا نستخدم قوانين ولكن مش بالشكل اللي الصين استخدمته الصين يعني كانت حاسمة وراضعة ونشفة جدا في تنفيذ قرار الطفل الواحد ولكن احنا هنا احنا مش طبعين دوت احب احط قوانين ولكن في إطار ايه في إطار تقليل الدعم يعني على الحكومة أنها تدعم طفل أو طفلين في المأكل اللي هو السلع التموينية في التعليم والتعليم على فكرة هي مجانية ولكن هي مش مجانية على الإطلاق هي في فلوس للأرض للمدرس اللي بتتعامل وفي البناء المدرسة بيكلف فلوس المدرسين بيكلفوا فلوس العمالة داخل المدرسة بتكلف فلوس الكتب المدرسية بتكلف فلوس إذن الدولة تتحمل التعليم الإلزامي لحد سن تلتة إعدادي كاملة معنا المواطر إذن تكلفة التعليم تكلفة السلعة التموينية تكلفة الطرق تكلفة الكباري تكلفة كل حاجة ها دي تكلفة إضافية وعبقة على الدولة ده يرفع عن المواطن مثلا اللي عنده أكتر من طفلين أكتر من اتنين بالزبط أكتر من اتنين هنبتدي نقول إحنا إنت قادر تجيب أطفال جيب أطفال ولكن هتتحمل مشؤولية الدق هنشيل الدعم منك وهتتحمل مسؤولية تكلفة الطفل دوت من دلوقتي فصاعدا دكتور مع العلم مع العلم بإنك إنت لو مودتش أولادك المدرسة إحنا هنحبسك هو ده اللي أنا عايز أقول لحضرتك تماما إنت هتتحمل تلما إنت قادر طب أنا مش قادر وهجيب أكتر من اتنين ومش هفرق معي بقى يتعلم ولا لأ ما إحنا بنشوفهم شايفين أطفال الشوارع وعمالة الأطفال والمشاكل التاني وكمان هنعقبك ونحبسك لو أنت فرط في حضانة الطفل اللي أنت خلفته وهرب أو رح يشتغل في الأعمال الهامشية ولا أسأت تربيته بأي شكل من الأشكال أو أسأت رعايته بأي شكل من الأشكال كده حضرتك بتحكمي القضية كلها كده الجزئية اللي خاصة بزيادة الفيرتاليتي أو زيادة الإنجاب أو الخصوبة اللي هي زيادة عدد الأطفال حضرتك قدرت تحكميها ولكن جزئية خصائص السكان دي محتاجة بجد فكر تشارك ما ينفعش نلقي التابعة فقط على وزارة الصحة خالص التنفيذ يا دكتور يعني فيه فكر تشاركي وفيه اجتماعات وفيه محترحات حتى لو حصلت احنا بقى فحيز التنفيذ فيه حاجات كتير قوي ما بتحصلش مصبوط يعني أخبار وعنوين جميلة ورائعة عندنا قوانين لو احنا قلنا قوانين راضعة قليات تنفيذ القوانين دي كتير ما بتبقاش موجودة عندنا عندنا قوانين من أعظم قوانين في العالم فين بقى قليات التنفيذ بتاعت دا؟ كلامك حلو جدا يا هبة وصح جدا عرفة ليه؟ لأن احنا بنتكلم على المستوى الوزاري ان الوزراء بيقفوا بيسلموا على بعضه بيعملوا بروتوكول تعاون وحنساعد بعضه ما دون الوزاري لا يحدث اي شيء احنا عايزين تمكين للمجتمعات المحلية يعني ايه تمكين؟ يعني على مستوى المحافظة على مستوى المركز مجموعة التنفيذيين والحكوميين وغير الحكوميين وقادة الفكر وقادة الرأي ورجال الدين والاكاديميين كلهم يعودوا مع بعض ويحطوا خطة للمشكلة السكانية في هذه المحافظة او هذا المركز تبعا لخصائص السكان في المنطق برافو وطبعا لاحتياجات المنطقة ممكن جدا تلاقي السيدات في المناطق دي مش بتشتغل فهي قاعدة في البيت فيقولك لأ يا سينس انها قاعدة في البيت لازم تجيب لي اولاد وإلا بتعمل ايه؟ اذا نهتم بتعليم البنت وتدربها وعمالة المرأة حتى لو من جوة البيت يعني لو معنوها تقدر تشتغل تكون منتجة بالزبط كده حتى لو من جوة البيت لازم نعد مع بعض نتكلم مش على المستوى الوزاري لازم ننزل في المناطق الجغرافية يعني مثلا في المناطق الريفية في الدلتا غير جبلي طبعا ثقافة مختلفة ثقافة مختلفة لو حضرتك اتجهتي مثلا غربا للوادي جديد ثقافة مختلفة تماما اتجهتي للبحر الأحمر حاجة مختلفة نزلتي للنوبة totally different story يعني يعني احنا ما ينفعش على مستوى المركزي نخطط للمستوى القاعدي ما ينفعش وانا في العاصمة قولوا والله الستات افضل حاجة ليهم يعملوا كذا ما فيش حاجة اسمعها كده لا ممكن الستات في المناطق دي يتكلموا عن نفسه ممكن يقولوا ان السبب مش الراجل ده السبب الست السبب الجدة السبب الاب الكبير بتاع العيلة رب الأسرة كبير يقولك انا عايز عزوة فين قوافل العمل اللي كنا بنشوفها زمان تنطلق لكل المحافظات ومنها بيسمعوا مشكلاتهم ويبتدوا يتعاملوا معاهم يكتبوا ويدوينوا ده ويكون بعد كده في شبكة مركزية منها تنطلق الخطط اللي حاجة بتقول عليها حصل كل المحافظة القوافل ديت جيدة جدا يا هبة في ان احنا نقدم الفكر الجديد فقط وبعدين نتابع من بعيد هم هيعملوا ايه ولما نلاقي في حالة هبوط او حالة من عدم الهروب من المشكلة لا يبقى تعدد بقوافل اخرى ويبقى فيه بصفة مجتمرة تقييم الاداء لان كل يوم فيه جديد وانحنا لما نرمي بزرة او فكرة ونحاول نطور يبقى محتاجين نعرف مرضوط ده على الفترة طيب انا للأسف الوقت مع حضرتك اصلا يعني بيجري بسرعة جدا وانا في قمة استمتاعي بالحديث معاك لكن اخذ رسالة اخيرة حضرتك النهاردة توجيها للمصريين بشكل عام تقول لهم ايه اقول لو انت اساسا من مناطق ريفية انت بتزرع كذا بزرة في الحفرة الوحدة او بيسموها في الجورة الوحدة وبنختار لما تطلع النبات بنختار احسن اتنين او تلاتة يفضلوا في الحفرة دي عشان تطلع علينا نبات سليم لو طلعوا تلات نباتات في حفرة واحدة هيطلعوا ضعفة نفس الكلام ربي طفل او اتنين بالكتير هيطلع لك انسان يعتمد عليه يفيدك ويفيد والدته ويفيد مجتمعه ويفيد نفسه قبل كل حاجة صحيح حافظ على اعقلها وتوكل خلي قرار الانجاب دوت قرار مش عملية بايلوجية افتكر ان انت مسؤول قدام نفسك وقدام ربنا بتربية الطفل قدرت تربي الطفل جيبه لانه هيبقى سروة للوطن ما قدرتش اكتفي بواحد او اتنين واحسن تربية اولادك وتعلمهم وخد بالك من صحتهم اكلهم كويس ربي لهم مخهم ثقافهم علشان يطلعوا صالحين لنفسهم ولأسرتهم ولوطن بدل ما يبقى ازمة لكل الوطن دكتور هلا يسري استاذ علم الاجتماع نورتيني بشكر جدا على وجودك معينا النهاردة وصباح النور صباح الفل يا حبابتي العافية روح بشكر حضراتكم جدا على حسن وطبيعاتكم لنا في حلقة النهاردة نتقابل معاكم في حلقة جديدة وصباح جديد من صباح النور وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة